هذه حالة الحمل دلوقتي شايف انه هو في حالة انتصار في حالة احتفال كأنه وصل لحاجة اعلى من اللي كان فيها كأنه نجح في حاجة كأنه ترقى كأنه حتى ان شاء الله خرب من موقف معين خارج منتصر كأنه نجح في حالة احتفال نرسة عالية جدا جدا والدنيا عنده فيها فخر مفتخر بنفسه واللي حوليه على فكرة مفتخرين بيه وشغز يعني برضه ممكن يكون شكل من أشكال المباركة مبروك يددوان حاجة كده حلوة قوي ومشروقة وغميلة جدا طيب ايه الحاجة اللي بيتمناها او اللي عايزها دلوقتي الحمل كأنه سيلة دي يعني مثل شكل برضه يعني جاد في وجن دلوقتي حالي الناس اللي مكانوش بيقانو في الحمل او مساعدوهوش او يعني مساعدوهوش بشكل ما نفسوه نفسو الحمل ان الناس دي بجيله وتقوله مسلا احنا عنزينك او يحاول ان هو يتقرب منه تاني وهو يقول لا مش عايز تمام لحد بيقرب من حد وهو بيقول لا مش عايز مش دلوقتي تمام لانه في حالة انتصار وشايف ان هو طلع صح او ان هو ازداد شهرة او ان هو كسب في حاجة معينة او تلع صح في حاجة معينة او زي ما قلنا اترق او عيلي درجة في حتة معينة فعايز بقى الناس اللي زي ما قلتلكو كان مساعدوهوش او مساعدوهوش في الماضي ان هم يحاول يتقربوا منه او حتى يعتذروا بس هو عايزه يجي يعتذروا يقول لهم لا مش قابل حاجة نفسه فيها الحمل ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا بور في الحمل ماشاء الله انا شايفة انه لا فعلا فيه طاقة نجاح كبيرة جدا عنده الشهر ده انتبه يجيب ده من الناس القريبين منك تمام الهالفول ماترس ما تديش ضغرك لحد تمام او عم لان شايفة انه فيه ناس ممكن تنتهز الفرص ويعني تقتعك ممكن تعمل وتأذيك فعلا انتبه لازم دايما يعني طول ما انتواك لازم تبتدي تبص حواليك وبص وارك ما تقمنش الفترة دي اناش بكلم في الموضوع بالفترة دي متأمنش حتى الاقرب النسيج تماما اوكي Anthony说ne received your但the business' ده حالة تحفز وبص واركك بالم ethic يعني تحاجات تفرح قوي لفترة دي وتبتدي يعني بالنجاح او مرة التي انت وصلت لها دي وانه تبقى عدم ريخ nie FarmC نشاهد انه ممكن يكون فيه ناس متربسة شويا متربسة بيك طيب ايه العكوسات او الحاجات اللي بتضعف الحمل الشهر ده علاقاته الاجتماعية يعني خلينا نقول علاقات الحمل الاجتماعية الفترة دي او الشهر ده حاسس ان يفيها صعوبة يمكن يكون الحمل مش في حال ان هو حابب ان هو يختلط بالناس فده بالنسبة له تحديد وهو بحتاج يعمل ده الفترة دي او ان هو طبيعته كده هو اصلا مش 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 شخص اجتماعي قوي وما بيحبش ان هو يقضي وقت مع الناس فده التحدي اللي عنده برج الحمل ويمكن يكون برده ده رسالة جاية انه عشان يسبت النجاح ده او يعليه او يكمل عليه محتاج ان هو يحسن من علاقاته جدا والحكاية ده هو ضعيف فيها فابتدي برج الحمل اشترل على الموضوع في ناس كتير جدا بتفاعل في الحاجات دي ان هي تحسن من علاقاتك الاجتماعية من الناس اللي حواليك ازاي تكسب الناس اللي حواليك وتكسبهم كاصدقاء وحلفاء ليك تمام انت محتاج حلفاء من الاخر كده انت عايز حلفاء مش عايز اعداء تمام فخلينا نقول حتة التشفي او الارضاء النفس اللي انت نفسك توصلكها ان الناس تجي تعتذر لك ويقولك والله انت كان عندك حق والله ما تساعدش مننا وانت تقول ايه تصدهم او انت تقولهم انتو ما كنتش بتفهم حاجة او تنهارهم باية شكل من اشكال لا بلاش استوعب وقول تمام واهلا بيكو ما بيش مشكلة خالص حد بيقدملك عرض طيب انا هفكر حاول تكسب الناس اللي حواليك عشان تعزز وتأكد النجاح اللي انت وساطره ده ايه النتاج انه توقع بالنسبة للشهر ده ان شاء الله تشايفه برده زي الحوت عندك فرصة مهمة الحوت والحمق اللي اتنين بيجي في نفس المكان الكارت انه فيه فرصة مهمة بتيجي عنده برد الحمق وبيزبط فيها نفسه كويس جدا وبيستعمل طاقاته كلها خلينا نقول برده الطاقة اللي جاياني انه مع كل نهاية فيه بداية عند الحمل ماكيش حاجة عنده اسمها النهاية خلاص كده الموضوع الخلص لا ماكيش حاجة عنده بتخلص مستمر مستمر تمام؟ وكمان حالة الانفريتي دي افكاره لا تنتهي افكاره كتير جدا جدا وفرص كمان عنده لا تنتهي فرص كتيرة جدا جدا وخيان قول ممكن تكون اكتر من فرصة والحمل عفكرة متوقع ده وكأنه مجاهز الرد انا هارد على ده اقول ايه وهارد على ده اقول ايه طيب القراءة حلوة جدا بس اللي هنصحك بيا برج الحمل حاجتين ركز على علاقاتك الاجتماعية تاني حاجة انتبه جدا للناس المتربصة لك اللي ممكن فعلا يحسدوك او يفعلو على النجاح اللي التوسط له تمام الحالة المادية جورج الحمل يا سيدي بصوا بقى الحمل قدم انه هو بيدي لناس بحد بيدي فلوس اه لانه ما شاء الله واصل في حتة حلوة جدا لو هو مثلا مدير عمل بيدي مكفئات او او حوالي فزل الناس اللي تحتيه بيديهم حاجة كده يعني يبسطهم بيها ويريحهم بيها الحمل لو كان مستني انه هو يقترض حاجة من البنك بيجيله قارد او انه هو اللي بياخد فلوس من حد اكبر هو بقى اللي بياخد المكفئة او ممكن يكون ويرس كمال من حد اكبر لو كان مستني انه هو يعني يحصل على ويرس من الناس اللي يعني من اهل وكده شايف انه هو ان شاء الله بيمسك مبلغ مالي من الورس ايه الحالة الصحية عند الحمل مش شايف ان هي مش كويسة والحمل خليني اكتر اقول حالته نكلم عن حالته النفسية متعصر في حالة عصبية في الموضوع متشنك شوية او انه هو بيقاوم انه هو تعبان في حاجة تعبية مثلا حطقته البدنية مش اعلى حاجة مش في الفورما يعني بتاعته بس هو بيقاوم ويبايت حامل على نفسه علشان يحسن منها برافو برافو دي حاجة كويسة جدا الكاتل حد الوقتي شايف انه هو يعني مش بيضغط على نفسه بشكل ممكن يؤذيه لا تمام المقاومة دي كويسة لا تستسلمش لحالة كسل او اي حاجة ممكن تحسس نهاية تعبية لا تستسلم لهاش وقومها وهتعدي لوحدها او زي ما قلنا انه هو متعصر تمام يمين يمين جدا طيب يلا نشوف القراءة العطفية بوربي حامل عطفية ان الحمل مش شايفة انه هو احسن حاجة ان الشيفة بنسهل الحاجة عطفية متوتر جدا جدا لا توقف عن التفكير والتفكير سلبي بمعنى هو مش بيحاول يلاقي حيول لا هو عمال يعني بيشح نفسه تقسر بيه اوكي فهو بالنسبة للحالة العطفية تعبان جدا وخيان تقول بيحلم حتى بالمشكلة دي او الحالة اللي مقرقة عطفية دي حتى بيجيره في الحالة الوقتة ما بينام اذا كان بينام تمام شايفة انهم متقطع خلاص دماغوع جاعته من كتر تفكير بيفكر كتير جدا بالنسبة لحاجة تخص علاقته العطفية بس زي ما قلنا التفكير سلبي ما هوش ايجابي مش مونتك مش حيفدنا بحاجة انت عمال تفكر 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 وهاري نفسك بس انت مش بتلاقي حلوب انت بس بتزود يعني الجهاد النفسي اللي انت فيه فنحاول نوقف تفكير شوية انت اول حاجة هنصحر بيه حاول توقف تفكير شوية تشد الجهيشة وقت النوم للنوم خلاص هنبطل التفكير تفرجوا على حاجة بتضحك اسمها مسكي هادية حلوة يعني حاولوا تزبطوا المنتل هاوث بتاعتك والصحة العقلية بتاعتك لانه فنفرض الوضع ما نصلحش انت مستفدش حاجة ولو تصلح برضو مش هتستفيد حاجة او هتبقى اهدارة الطاقة دي عالفوضي لانتو في الاخر هتتصلح او الموضوع هيعدي ولو ما عداش فانت برضو مش مستفيد حاجة اللي انت بتعمله ده يعني مش دي الافادة خاصة لو هتفكر يام تفكر في حلوة وانا كانت تتحاول تصلح وبنبطل نعيد بقى الشريط اللي شغال اللي هو من اول ما العلاقة بتادت لحد دلوقتي عملت فيها ايه او عملت فيها ايه مش هيفيد لو هنفكر هنفكر في هيرا النعم دلوقتي حالا احنا وقفين فين النقطة اللي هنوقفين فيها واني هيساعدنا ان احنا نحسن العلاقة دي طيب الشريك الناحية التايم فيه عنده حالة فوضى انهيار كامل يعني انت تعبان مش ديك كمان تعبان فخليني يفضحوا كالعادة انه شريكك لو بيحاول يوريلك انا تمام لا هو مش تمام هو منهار تماما وفي حالة فوضى ومش عالف يعمل ايه وعنده شبه حالة صدمة هو كمان ومش عالك يتصرف فحمل انت استيد العقلية بصراحة انا معرفش شريكك ممكن يكون بورجه ايه انت اللي ممكن تسافر على الموقف وتحسنه شوية تمام فالشريك شايف ان هو في حالة انهيار تمام وحاسس انه العلاقة انهارت وبوضت ومش عارف يعني يلحقها منين او يصلحها طيب الحمل نفسه في ايه نفسه يبقى عنده لا مبالاة بفور انه هو اولا اللي يفكر فيه يقوله والحمل مش من طبعه ده خارس الحمل بيفكر كويس جدا في الكلام قبل ما يقوله بيدرسه كويس قوي هو نفسه ما يبقى شريك نفسه ليه في رأسه يرعطه او انه هو يبقى عنده لا مبالاة ولا هو سمع حاجة ولا هو شايف حاجة ويستمتع بحياته عادي جدا مسائف قولي حبيبي ايه الشريك عايز ايه او نفسه في ايه برج الحمل نفسه انك انت اللي تقود المسيرة نفسه ان انت اللي تسيطر على الموقف لانه واضح ان الموقف خرج عن سيطارته ومش عارف يصلحه ازاي ممكن يكون هبب الدنيا ومش عارف يصلحه فهو محتاج مساعدتك ان تاخد انت القيادة وتبتدي انت اللي تصلح الموضوع معلش لو انت صوت العقل في العلاقة دي يعني للاسف بيبقى ده دور الطرف ده لو انت صوت العقل بكدي يخد موقف وبتدي انت صلح الدنيا اللي بازت دي انت شايف شركة عمل ازاي برج الحمل نايتوب بنتيكلز انه هو شخص هو معتمل على نفسه في حالة اعتماد على النفس او شخص يسق يعني يقدر يتحمل المسئولية بحاجات معينة بيشيلها كويس شايفه ان هو كمان شخص روتيني ويتبع الروتين في كل حاجة في تصرفاته وفي تفكيره بس مزلت شايف شركة بصورة كويسة اللي هو زي ما قلنا شخص محترم وشخص انت تقدر تعتمد عليه شريك بقى شايفك ازاي يا برج الحمل شايفك القائد وانك انت اللي تعرف تمشي بامور العربة بتوحي بان حاجة تتحرك شايفه ان انت اللي بيتمشي الامور تمام وانت القائد حتى لو كانت الحمل هنا هي مرأة على فكرة عادي جدا هي يعني سيدات وستات بيفكروا بشكل احسن كتير جدا وبيعرفوا فعلا يزبطوا الامور فلو انت القائد فعلا في العلاقة دي برج الحمل شركك محتاج مساعدتك وانك انت اللي تعدي بيه بالعلاقة المحنة دي ايه الطاقة ما بينت الحمل وشريكه فيه طاقة هزيمة انهزان وخلينا نقول اما طرف منكو اخطأ ومش قادر انه هو يعترف بالخطأ ده انا عالش ثانية واحدة انا غلط ما بيعملش له وفي حالة مكبرة وعناد انا ما بغلطش انا تمام ده ممكن يكون واحد منكو في العلاقة او كلا اماما معانا انتو الاثنين كل واحد راكب راسي انا ما غلطش انا ما غلطش تمام ففيه حالة انكار للحالة اللي احنا وصلنا لها وزي ما انا شايفة او الرسالة ووصلي ان احنا سيبين المشكلة الاساسية وعمين نبص الحاجات تانية انت عملت فكر او هالك نفسك تفكير وشاغل ومخجمت جدا جدا تفكير كتير جدا ده ينتهي بس ما يبوصلش النتائيك او ما بتاخدش خطوة ايجابية وشريكك الدنيا بويزان انه خالص مش عايز يصلح لامور ازاي وعايزك انت اللي تصلح لامور بس التقريبه مش عايز يعترف بدا مش عايز يقول ده اوكي ايه اللي بيحصل للشطر ده فرص بتيجي للعلاقة او بتديلكوا انتو الاثنين وبتضيعوها يعني شريكك مثلا اا ما بيحاولش او بيحاول يبعث لك رسالة وانت متشوفهاش الرسالة اللي انا شايفها دي ساعدني طب انا مش عارف اخ اصلح الموضوع ازاي عايزك تساعدني وانت انا مش سامع حاجة فان فيه فرص بتيجي وبنضيعها الشريك الناحية التانية نفس الحكاية ممكن تكون انت صبرك او سكوتك ده بالنسبة له فرصة انك بتديني وقت انه هو يصلح وما بيصلحش فاللي بيشايفاش طور ده فرص بتضيع فان بنتتي نركز في الفرص يا جماعني بنتتي نسمع بعض الكلام اللي هو بيبقاش بيتقلب البق ده فيه احتصارفات معينة الشريك بيعملها فانت عشان انت عاكم كويس اوي انا فاهم هو عايز ايه فنبتدي ما نضيعش الفرصة ايه اللي بيحصل الشهر الجاي والله اعلم ما احنا بنتكلمه في الشهور اللي جاية انه لو الوضع استمر بالشكل ده ده المتوقع ان هو يحصل قعد عائلية ها فين المشكلة منبتدي ان احنا ندخل طرف ثالث في الموضوع مش لازم تكون عائلة على فكرة ممكن يكون صديق او صديقة منبتدي ان احنا نقعد ونتكلم مع بعض اللي اجتماع ده هنخرج به في ايه بايه ولا حاجة مش هنخرج به باي حاجة مش هو ده الحل ان احنا ندخل اهلنا او ندخل صحابنا في الموضوع ده مش يحل الموضوع والنتيجة اهي هنقوله حاببتي التور هيتقال حيلا بعد ما نخلص الحمل زعل جميل جدا بحزن شديد جدا وممكن يكون جرح بقى يبتدي بقى ايه نجرح في بعض انا عمالة اقول لك يعني يبعت لك في مسجات وانت مش فاهم انا بقى عايز اقول لك ايه فيبتدي يحصل ممكن يكون في شكل من اشكال ان احنا نجرح بعض بقى نجرح بعض فا او او يعني هو المعنيين قريبين من بعض او ان العلاقة بتمر بعض صفة او بوقت عصيب شوية فنحاول ان احنا او يعني انصحكم النصيحة اللي انا شايفاء علشان نتفادى الكروت اللي جاية دي الشهور اللي جاية شهر ستة و سبعة اللي احنا شخناه انه كل واحد يبترف بخاطر انا اخطأت في كذا و كذا انا محديكك تسعيني في كذا و كذا انا عمشيك الدوني